للأسف العراق هو بلد اللي حكام يضيعون الفرص كثيرة الكاظرم يضع فرص كثيرة لدعم دولي في بداية تسلم للحكم في العراق قبل العبادي نفس الشيء لكن يبقى لا يوجد طريق للعراق إلا المواجهة مواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون لندع الميليشيات المتزمة والمنتظمة داخل الحجر الشعبي لكن هذه الميليشيات خارجة عن القانون ويخرجوا بالتلفزيون ويتكلموا ومعبرين عن نفسهم ومعروفين للسلطات العراقية بالتالي مواجهتهم العسكرية هي الطريق الوحيد للعراق أنه ممكن أن يحقق استقراره واستثباب أمنه وإلا الانتخابات رح ممكن تعيد الثقة للثقة العالم بالعراق ولا الغزل لهذه الميليشيات ممكن يخلي العالم يثق بالعراق لا بالعكس المواجهة هي الطريق الوحيد اللي أمام السلطة العراقية إذا تريد تكون وطنية في أن تحققها وتحقق الأمل للعراق والعراق من نحن العراقية تحقق الأمل للعراقية المواجهة تحقق الأمل للعراقية اشتركوا في القناة